دكتور مصطفى الإمارات تعمل على الانتهاء من بناء أنبوب للنفط في حزيران يونيو القادم يتيح تصدير النفط من دون المرور عبر مضيق هرمز هل برأيك سيعوض هذا الأنبوب المضيق وما هي أهميته الاستراتيجية؟ الأنبوب سيستطيع تصدير بطاقة عليا مليون ونص فقط من مجموعة مليونين ونص لكن لو نظرنا في منطقة الخليج هناك دولتين تمتلك القدرة على ضخ النفط بتجاوز مضيق هرمز هي المملكة العربية السعودية ضخ إلى البحر الأحمر عن طريق الأنبوب لكن الطاقة محدودة كذلك نتكلم عن طاقة قصوى بمليونين برميل والطاقة الإماراتية ستكون بحدود المليون إلى المليون ونص مجموعة الطاقة التي ممكن تجاوز جغرافيا تجاوز ضخ الطاقة تجاوز مضيق هرمز لا يتجاوز الثلاثة ملايين برميل مقابل سبعة عشر إلى تسات عشر مليون برميل تمر في مضيق هرمز الشيء الآخر الغاز لا يمكن نقله بالأنابي قطر المصدر الأساسي للغاز تعتمد على مضيق هرمز بشكل كامل فهذه الأنابيب مهمة أنه التعامل مع حالة الطوارئ ولكنها لا تعتبر بديل لمضيق هرمز لأن النسبة بين ما ممكن ضخها أبر هذه الأنابيب والنسبة من العبور أبر مضيق هرمز لا تتجاوز الخمسة عشر بالمئة من المصدر أبر المنطقة دكتور سريعا قانونيا هل يحق لإيران أن تنفذ تهديدها وواعدها؟ إيران بدون شك أنه لا يتمتلك أي حق هناك نقطة مهمة أنه قانون البحار عام 1982 صنف مضيق هرمز أنه عبارة عن معبر دولي ومعبر الدولي الدول لا تمتلك السياد عليه تم تمتلك مصادرة تمتلك مياه إقليمية وكأنها لا يحق لها بغلق المضيق هذا ليس قناة السويس أو قناة بنما القانون واضح قانون البحار صنف هذا الشيء الآخر أنه قناة الملاحة التي تستخدم في العبور والدخول إلى مضيق هرمز واقعة 100% ضمن المياه الإقليمية لسلطنة أمان ليست تابعة لإيران ليست تابعة لإيران بأي شكل من الأشكال فإيران إن حاولت غلق هذا المجرى الملاحي يجب اختراق السيادة الأمانية كذلك وليس فقط القانون الدولي فعلى مستوى القانون الدولي إيران ستكون في موقف حرج ولن تؤيدها أصدقاء إيران الصين وروسيا بهذا العمل الصين وروسيا ستنقلب على إنقامة إيران بهذا العمل أريد أن أتلمس من ضيوفي بعد قليل الخيارات التي ما تزال متاحة لنزع فتيل الأزمة بين إيران والغرب وأين هي مفاتيح الحل أم هل أن السيف سبق العدل خاصة فيما يتعلق باستهداف القلب النابض للاقتصاد الإيراني وهو النفط سنواصل التحليل بعد قليل ما زلنا إذا نطرح موضوع الأزمة بين إيران والغرب المنعرج الخطير أود أن نتحدث الآن عن الخيارات المتاحة لنزع فتيل الأزمة وتحول إلى باريس دكتور من أين يبدأ الحل برأيك هذه الأزمة هي عميقة هي منعرجها خطير وكذلك هناك احتقان دبلوماسي وسياسي كبير كيف يمكن التنفيذ عن هذا الاحتقان نعم هناك احتقان دبلوماسي وسياسي خطير هناك تهديدات لكن في نفس الوقت هناك جسور لم تنقطع كما رأينا في الرسالة الأمريكية التي وجهت إلى طهران عبر وسطاء وأيضا كما رأينا في الزيارات الإيرانية المتكررة إلى تركيا وكلنا يتذكر كيف أن تركيا والبرازيل هبت في لحظة ما لنجدة إيران حول مسألة المبادلة في موضوع اليورانيوم واليوم تركيا التي لم تنضم لمسألة العقوبات بحق النفط الإيراني لا تزال ولو أن هناك خلافات أخرى مع إيران خاصة حول الموضوع السوري نقاط أقليمية ساخنة نعم ولكن لا يزال هناك وسيط تركي تعترف به طهران وتشجعه طهران على المضي قدبا المسألة الآن هي في أين نبدأ الإيراني يود البدء من حيث لا شيء أي أنه لا يحترم آخر قرار لمجلس الأمن في يونيو العام 2010 حول التجميد ووقف التخصيب حول مسائل متعلقة بتوقيع البروتوكول الإضافي وهذه المرة قررت جانب الغربي قررت اللجنة الخمسة زائد واحد وبشكل خاص الجانب الأوروبي السيدة كاترين أتشون ألا تأتي إلى المحادثات مع إيران قبل تقديم إيران تنازل واضح أي ألا يتعدى أي تخصيب نسبة الثلاثة بالمئة ولماذا ذلك؟ لأن طهران التي تقول الآن أنها أنتشت قدبان للوقود النووي بنسبة تخصيب عشرين بالمئة جاهزة لتشغيل المفاعل الطبي في طهران يمكنها أن تنتقل إذا اتخذ القرار السياسي مع بعض التقدم وبعض ألات الطرد المركز المحدثة إلى نسبة السبعة وتسعين والثمانة وتسعين بالمئة الكافية لإنتاج القنبلة من أجل المزيد من تأخير البرنامج نوه الإيراني وحتى يكون للمفاوضات معنا والتنازلات معنا تطالب أوروبا بهذه الخطوة من جانب طهران إذا كانت جادة في العودة إلى المفاوضات إذن من دون جدية من جانب طهران ومن دون تغييرات داخلية ربما في طهران على أبواب الانتخابات التشريعية أو بعدها يبقى الأفق أفق تصعيد ومجابهة ولو إنها لم تصل بعد إلى المحك أو إلى المحطة الساخنة البيت الأبيض يقول هناك فرصة للخروج من المواجهة دكتور محمد عباس ووزير الخارجية العراقي هوشير زيباري قال أن هناك توتر صحيح وهو واضح من خلال التحركات وأن العراق ليس مع التصعيد وما هو مع معالجة هذه التباينات من خلال هو ليس مع معالجة هذه التباينات من خلال القوى العسكرية ولكن مع الحوار أنا أسألك دكتور محمد عباس من سيحاور اليوم إيران وما هي ربما الأوراق التي يجب أن تستعمل من أجل الوصول إلى بر الأمان في هذه الأزمة بالتحديد أولا احتمال الأكثر هو أن تكون هناك محاورات بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد لتسويت الأزمة لكن أنا أتصور أنه لن تقدم إيران تنازلات في ملفها النووي دون أن يحدث تطورين أولا إما أن تتأكن تماما من أن اقتصادها ربما يكون على شفى الانهيار نتيجة حظر نفطي تام لصدراتها النفطية إلى الخارج لأن ذلك سيؤثر كثيرا على الاقتصاد أو أنها تكون مجبلة على مواجهة عسكرية بدون هزين الشرطين أنا أتصور أن إيران لن تقدم تنازلات ولكن دكتور محمد عباس إيران أرسلت إشارات عاجلة جدا عبر تركيا تفيد باستعداد طهران استئناف المحادثات مع الغرب طبعا تحديدا مع مجموعة خمسة زائد واحد بشأن البرنامج النووي الإيراني هناك ما نعتبر هذه الخطوة المستعجلة هي مناورة جديدة فقط لكسب الوقت طبيعي إيران تتفنن في انتهاج سياسة حافة الهوية لكن لديها الكدر على تفاديها في الوقت المناسب إيران وجدت أنها تواجه ضغوط وتوجه دولي لفرض مزيد من العقوبات الأكثر شدة عليها وبالتالي تحاول الهروب من ذلك من خلال فتح كنوات تفاوض جديدة مع الغرب لكسب مزيد من الوقت والتهرب من مواجهة مأزة عقوبات أكثر شدة عليها فيما تعلق بحذر النفط لكن لا أتصور أنها ستقدم على تقديم تنزلات كبيرة لأن هناك أيضا اعتبار أيضا لابد أن نأخذه هو أن الصراع الداخلي في إيران هناك اختلافات في القيادة الإيرانية حول ما يمكن أن تقدمه إيران في مواجهتها مع الغرب كل فريق فريق المرشد وفريق الرئيس وفريق الذي يقوده الرئيس البرلمان يتصارعون على من سيتخذ الكرار ومن سيتحاور مع الغرب الرئيس أحمد النجاد يقدم نفسه على أنه شخص تصالحي ويفضل الحوار الآن وعلي خمينة أعتقد أنه يقود الطيار الأكثر تشددا مع الحرس السوري والطيار البرجماتي أيضا يريد أن يكون له دور في الحوار مع الغرب وبالتالي كل ذلك لابد أن نضعه في اعتبارنا عندما ننظر إلى ما ستقدمه إيران من تنازلات أنا أتصار أنه لم تأتي بعد اللحظة التي يمكن أن تكبر إيران على تقديم تنازلات رئيسية في ملفها النووي إذن ما زالت إيران ربما لا تشعر بهذه الخطورة لا تشعر أنها على حافة ربما الانفجار بحسب رأي دكتور محمد عباس دكتور مصطفى هناك من يقول أن الوقت الآن عاد بنا إلى سياسة المكيالين وبرزت أكثر في المرحلة الأخيرة من قبل الغرب تشديد العقوبات على إيران ولا أحد يراقب ولا يحاسب البرنامج النووي الإسرائيلي لماذا يقع استبعاد إسرائيل من رسم الخطوط العريضة للحل برأيك؟ قضية مهمة قانونية تم تجاوزها في عدة قضايا أولا أن إيران وقعت على اتفاقية حظر الانتشار النووي بشكل طوعي وإيرادي إسرائيل لم توقع إيران وقعت تأهدت بعدم تطوير قدرات عسكرية النووية والدول الخليج وقعت وهناك 183 دولة وقعت إسرائيل الهند وباكستان لم توقع ليس فقط إسرائيل بالمناسبة هذه الدول منذ البداية قررت امتلاك قدرات نوية عسكرية وليست هي تحت أي التزام قانوني بعدم تطوير قدرات عسكرية نوية إيران تحت هذا الالتزام حالها حال المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات أو أي دولة أخرى إيران تحاول الغش على التزاماتها في نفس الوقت تستفاد من الامتيازات التي تمنحها اتفاقية حظر الانتشار النووي بالمساعدة بامتلاك برنامج نووي الشرعي مدني وفي نفس الوقت تحاول التوصل إلى الغش على هذه القضايا وإيجاد برنامج سري موازي والاستفادة والتغذية من البرنامج الشرعي نحن نتكلم على السيناريو العراقي في زمن صدام حسين كانت القضية مشابهة أن هناك برنامج شرعي واضح قانوني بناء على الاتفاقية وهناك برنامج سري يحاول الاستفادة من الموازي مثل ما حدث في كوريا الشمالية كذلك فنحن هنا لا يجب نعم نحن لسنا مسرورين بامتلاك إسرائيل الأسلحة نوية وبالمناسبة وليس في باكستان أو الهند لأن دخول الأسلحة هذه المنطقة ليس عمل جيد ولكن إذا تكلمنا على القضية القانونية وتكلمنا على التزامات الدولة هناك فرق بين الموقف الإيراني والموقف الإسرائيلي ليس تعاطفا مع إسرائيل ولكن نحن نتكلم بلغة قانونية إيران تحت التزام كامل بعدم تطوير قدرات نووية عسكرية أتحول إليك دكتور خطار هل هناك برأيك حلول بديلة للعقوبات التي تضر أكثر هي تضر بالشعب الإيراني أولا وأساسا وأكثر من القيادة حتى وخاصة مع تدهور العملة الإيرانية في هذا الأسبوع الأخير كلمة سريعة إذا سمحت في موضوع الانتشار النووي الكل يخشى إذا تمكنت إيران من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة نووية أن يصبح هذا الأمر طبيعيا بالنسبة لدول مثل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا ودول أخرى خارج هذا الإطار الشرق الأوسطي سنكون عندها أمام غابة نووية حتى الآن هناك انتظام ما بين النادي النووي وبين هذه الدول الخارجة عن النادي النووي أي الهند وبكستان وإسرائيل ولذا نعم هناك مراجعة تمت في الأمم المتحدة في مايو 2010 وهناك سعي الآن لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية هذا هدف مثالي ربما لم يتم التوصل إليه لكنني أظن لن يعقد سلام نهائي عربي إسرائيلي من دون ضمانات متبادلة بهذا الاتجاه في أحد الأيام بالنسبة للعقوبات أعود وأقول ليس هناك من بديل لسبب حتى الآن جربت مع إيران كل الوسائل بالطبع العقوبات تمس الشعب الإيراني لكن الهدف منها هو ضرب العصب المالي القدرات تشجيع البرنامج النووي الإيراني إنها آخر الكي حتى لا يتم الوصول إلى المواجهة هي من أجل كبح جماح المواجهة والتشجيع على التغيير في إيران أما التغيير في النهج التغيير في السياسات أو التغيير الحصري فيما يتعلق بالاحتفاظ فقط بالبرنامج النووي المدني وعدم الاستمرار في البرنامج النووي العسكري الموازي والغاشرعي طيب دكتور محمد